الله أكبر واليوم الوغود وشاهد ومشهود قدنا صحاب الأفضول النار ذات الوقود إنهم عليها قرود وهو على ما يقعد لها المؤمنين الشهود وما نظروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العديد الحبيل الذي له القصة ما فيه الأرض والله على كل شيء من الشهيد إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات لهم جنات تجري تحت الأنهار ذلك الفوص الكبير إن بش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الوقود المدهود من العرش المجيد فعال لما يريد هل أداك حديد الجنود في العون وثمون فلالذين كثروا في فجزه والله من ورائه محيين فالوطران المجيد فيه لوحي محكوز الله أكبر سعي الله لمن حبله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمي الرحمن ورحيم مالك يوم الدين يدعوذ وإياك نستعين يهدن الصواة المستقبل وصفات الذين ألعنت عليهم وين نضعوا عليهم من الضالين والسنائم الضالقة وما أدرك ما الضالقة النجم الثاقر إن كل نفس لما عليها حافظ فلنظر الإنسان من نخلق خلق من ماردات لخلق بين الصدر والطرائر إنه على رتعه لقادة يومة للصائر فما له من قوة ولا نافة والسماء ذات الرجعة والأرض ذات الصدعة إنه لطول الفضل وما هو عمل هزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فرهن الكافرين أمهن وضعيدا سبح اسم عبدك اللعين الذي خلق فسوى والذي قد أفهلا والذي أخرج المرعى فلعنهم غثاء الأحوى سنقلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر والرغى وليسرق لي وليسرق لي يصرع فذكر إلا بعد الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبه ويتجنبه الأشقى الذي يسلم له الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحنى قد أفهلا وتذكى فذكر أصفر به فطلا بل تؤثر للحياة الدنيا والآخرة تخله أبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهن ونوسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه اليوميه الخاشية عائلة ناسمة تصرع نام الحامية تصطع من عين آلية ليس لهم جعام إلا من غريع لا يصبر ولا يغري من الرجوع وجوه اليوميه النعلة يشعيها راضية في جنب عالية لا تصفع فيها ناضية فيها علم جابية فيها صور مرفوعة وأكواب مرضوعة ونبار مصطوطة وضربي مرسوسة أقلال الظون إلى الإبن كيف خلطت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نثبت وإلى الأرض كيف شرط محل فذكر إنما رأت مذكر لحف عليهم بمسيطر إلا مرضى الأول كفر فيعذب الله العداء بالأكبر إن إلينا يعظهم فالله إن علينا حساكم الله عبر الله سعر الله لمن يحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله